يحمل التعاون الأفريقي الياباني العديد من الإيجابيات على أصعادة مختلفة يتدلك فيما تعقد دول القارة الأفريقية أمالا كبيرة بأن تسهم المشروعات التنموية التي تشارك بها اليابان من خلال الدعم والتمويل في تحقيق النهضة التنموية المنشودة بالقارة السمراء اليابان وإفريقيا طرفها معادلة تحمل بين طياطها آمالا بتحويل مقاومات القارة السمراء عبر الدعم والتمويل الياباني إلى نهضة تنموية تفيد الجنبين لمصر دور فاعل في قمم تيكاد كونها تحمل على عاطقها همومة وطموحات القارة السمراء من ناحية إلى جانب العلاقات الثنائية الوطيضة بين القاهرة وتوكيو من ناحية أخرى وإيمانا بالدور المصري شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الياباني الراحل تشينزو آبي بافتتاح القمة السابعة لمؤتمر توكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية تيكاد سبعة والتي عقدت باليابان عام 2019 الشراكة الثلاثية بين مصر وإفريقيا واليابان تعتبر آلية مستقرة للتعاون الإفريقي الياباني حيث تمكنت اليابان من توجيه مساعداتها الفنية والمالية لدول القارة من خلال البوابة المصرية عبر توفير التمويل والمساعدات اللازمة لنقل الخبرات المصرية واليابانية للدول الإفريقية توكيو تؤمن كذلك بأن مصر تلعب بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دورا هاما في تعزيز دور اتيكاد حيث تحظى مصر بعلاقات وطيدة وثقة متبادلة مع أشقائها الأفريقية ما يجعلها نافذة للتنمية ونقل الخبرات لدول القارة كما أن اليابان ترى في مصر خلال السنوات الماضية نموذجا يقدم إلى دول القارة باتباع خطط التنمية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى انعقاد القمة الثمنة التيكاد بتونس تأتي وسط ظرف دولي بالغ التعقيد حيث يهيمن على القارة الإفريقية تأثيرات أزمات إقليمية منها أزمات الغداء والطاقة وتغير المناخ والتي لم تأثم يد القارة فيها لكنها في الوقت نفسه تدفع ثمنا باهظا ما يتطلب دعما فعليا على الأرض من دول العالم المتقدم موسيقى